نحن نبحث الأسس المستدامة ورئيسية لشراكة شاملة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق زيارة السودان إلى واشنطن الأهداف المنشودة لها لا على الصعيدين الأمني ولا الاقتصادي وكان من المفترض أن تكون جولة الوفد العراقي بوابة لحاسم ملف الانسحاب الأمريكي لكن هذا الموضوع لم يتم الخوض به بشكل صريح خلال المفاوضات بين الجانبين وبدلا عن إخراج القوات الأمريكية كما يطلب الإطار التنسيقي في بياناته التي سبقت الزيارة فأن وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أعلنت أن بغداد ستدفع 550 مليون دولار لقاء شراء خدمات عسكرية من واشنطن وهو أمر لم يكن ضمن الأجندة المعلنة للحكومة قبل الزيارة وبحسب بيان عراقي أمريكي مشتركة فقد تم توقيع بروتوكول لعمل مشتركة يعترف بشراء العراق المزمع لخدمات عسكرية بأكثر من نصف مليار دولار باستخدام آلية الدفع المرينة تشمل إمكانية تقديم خدمات بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدية طائرات والمعدات ذات الصلة بالعراق يشمل أسطول الطائرات العراقية من طراز C-172 وعن طريق شركة نورثروب جرومان للأسلحة أما على الصعيد الاقتصادي لم ينجح الوفد الحكومي برئاسة السودان بإقناع المسؤولين الأمريكيين بالتراجع عن تصنيف البنوك العراقية ضمن قائمة العقوبات والبالغ عددها 20 على الأقل بسبب اتهامات تتعلق بتهريب الدولار إلى إيران ويقول مراقبون أن كل مخرجات هذه الزيارة هي مؤقتة وليست نهائية خصوصاً أن شكل العلاقة قد يتبدل مع راحل بايدن واحتمالات وصول ترامب أو من يشبهه للسلطة في الولايات المتحدة وهو ما يعني انتهاء طموحات الإطار التنسيقي بالبقاء في السلطة ترجمة نانسي قنقر